غرقت مدينة أوريسكا الروسية وما جاورتها من مناطق جبال الأورال بأطنان من المياه نتيجة ارتفاع منسوب نهر أورال وانهيار السد المقام عليه مدينة أوريسكا المنكوبة تقع بمنطقة أورنبورغ الروسية في جبال الأورال متاخمة للحدود مع كزاخستان المياه غمرت آلاف المنازل والمتاجر بالمدينة البالغ عدد سكانها 200 ألف نسمة وعجلت وحدات الإنقاذ آلاف الأشخاص إلى مراكز إقامة مؤقتة ذوبان الثلوج تسبب في ارتفاع منسوب مياه نهر الأورال البالغ طوله 2428 كم والممتد جنوب جبال الأورال إلى الطرف الشمالي لبحر قزوين عبر روسيا وكزاخستان السد المنهار مصمم بارتفاع النهر على خمسة أمتار ونصف لكن منسوب المياه وصل إلى ما يقرب العشرة أمتار بحسب رئيس بلدية مدينة أوريسك كزاخستان أيضا تأثرت بالفيضانات وعلن الرئيس قاسم توكيف حالة الطوارئ في عشر مناطق في البلاد تجاني خضر العربية